اكتب لي الشركة في اسميتي وحتى من الطموبيل اخرجها لي دولفا كان معي شنيكي في الماليكة حسدس عشر سنين على زواجنا ثم سأتقل بحياتي مئة وتمانين دراجة و سأكتشف الكاريتة اللي ما عمرها ما كانت ليا في الحسبان الجميلات اميراتي الفنة في موريليا الحياة نتمنى تكونوا باخر مرحبا بكم كاملين في كيدنسا مع شعر زاد كبقيتم القصة البارح كانت منى من اللبنات كاملين يدعوا مع هذه البنت صراحة اثرت فيها بزاف ما قدرت نقول حتى شي حاجة حبست دموعي البارح بالزز في القصة وش حال من مرة كنت نقطع حتى كنت ارتاح شوية عد كنكمل الامر صعيب بزاف قصة في حال هاتي كان حتها باش يكون عبرة للبنات وعبرة للوالدين وعبرة حتى للازواج باش يحرفوا النفاش كندويو على مثلا انطلاق رغم ما كندووش على قرار كيخص شخصين كندوو على قرار كيقدر يخص العائلة كاملة بولادها ببناتها بكل شي نتمنى ان نفعل هذا القصص يكونوا عبرة للاباء والامهات اللي باقي مزوجين عندهم مشاكل للمطلقين باش يردوا البال لوليداتهم للعائلات للكلشي للكلشي لالبنات لكلشي يا البنات المهم ما غانزيش نطول عليكم وندخلوا مباشرة في القصة ديالي معكم فاتيحة واليوم ما جيت نعود لكم حكاية يوم اجرا فيها وغامداليكم القصة ديالي من الول ديالها ان البنات تزاديت وكبرت في واحد الاسرة اللي لا قد الحال لابدي لي كان خدا في واحد المخبازة والام ديالي رب تبعث ولكن مرة مرة كانت كذباني حكاكت تصيب الحلوة تصيب الرفيصة كل مرة وشنو كذيع المهم كنا كنا يشين بين الخير وعلا خير واحتشي حاجة ما ناقصانا انا البنات كنت واحد البنت اللي كالب ندريه يفادر ويشاح ويدقا داخلها سوقراسي من المدرسة الدار ومن الدار المدرسة هاتشي اللي خلا انها تكون عليها الآن بزاف وكنت زوينة البنات كنت زوينة ورطي ديالي مرسومة هاتشي خلا العين تكون عليها بزاف ومنين بدي سكن كبر تقريبا 14-15 عام كانوا كيسبعوني بزافة الرجال في الزنقة انا ما كنت كنهضر محتشي واحد وكنت داخلها سوقراسي اللي بغي يهضر يهضر سوقه هاداك مهم في المتاقة اللي كنت عيشة فيها ولد الحومة كل شي كان بغي مني غير كلمة انا ما كنت كنهبر حتشي واحد كنت داخلها سوقراسي والوقت اللي زيت تكبر شوية بدأوا هادو كلي كيتبعوني في الزنقة يجوا حتى للدار اخطبني هذا اليوم واخطبني هذا غدا من غير الناس العائلة من غير المعارف المهم جوني نخطب اشكال وانواح وانا كنت كنت تهرب وحتشي واحد ما كان مأمر لي العين حتى غندير 18 عام وبالضبط في الحام ديالباك في الحام ديالباك في واحد المرة كنت راجعة من المدرسة هاتا غيتبعني واحد سيد وهو كان قاسف واحد القهوه في طريقة المدرسة السيد غير شافني تبعني وده المستحيل باش يهضرني كيف مكتلكم هالبلاس انا ما كنت كنهضر مع حتى شي واحد بالحق هاد السيد بالضبط لا تبعني نهار ولا يجوج ولا ثلاثة تقريبا اللعب كامل هو تابعني خاتبية المدرسة جايبية من المدرسة لدرجة انه يحفظ الودي علي وفاش ماتش ديتش ليه كان هزراس ومشه هندبا ودوام عهلية وقال له بغزب انتقل الحلال بقى له ايش هنقول لك اولدي اذا بغاتك الله يكمن عليك باخر وفعلا بقى نجاو تشاور معي وانا قلت له لا ما بغاش نزوج دابع وابعا يطلع وقال له اسمح لينا المهم الوالد كانجا ووقفني بالزز وقال له بغز سنعرف ماذا المشكلة لك معها قلت تعرفيني واش ما عجبتك الشكلة نقولي هالية شو سفي طلعت ونزلت وقتل التزوج من شي شكلة وبس انا بغيت راجل اللي انتفاهم معه قال يومتي تعرفت عليها وقلت انا ما بغاش نزوج دابع السيد بقال له غيبكي قال يهتيني غير فرصة غير تعرف فعلية وإلا ما عجبتكش والله لما عجبتك الشكلة نقولي هالية ما نبقاش نتبعك قال يهي انا اللي باقي فيه انكيمتي ما كتعرفينيش انا العيشة كفي القيدة وماكيش اللي غيب غيك وغير عرف بقيمتك من غيري انا انا بغيك وكنت ستعليك وهذا والسيد درع لي يدك شي اللي ما عمر ما درع لي شي واحد قبل منه اه كانوا كي يجيوا يخطبوك وكي يتبعوني ولكي ما عمروا شواحد ما سمسك بيدك تمسك المهم كنت خليته وبقاك يتبعني اليوم وغدى اليوم وغدحت رطابيت واحد شوية وثم كانت تعطيته فرصة وبتسكن هدار معه السيد حرفيا كانت تعمل معي كيف الملقليل مكانش كي يخسر لي الخطر كي يقول لي اللي بغيت يا عنا معك فيها اي شك يلا لي ملكة مهم تماكن تعرفت انه كان خدم عند واحد السيد وكان هو اللي هزله كل شي راجلي يخدم في واحد الحرفة معيانة مهم كان هو اللي يهزله المحل هو اللي كي يخدم هو اللي كي يدرب تماما رحت النهار لي واحد الفورنيسير كي يجيب لهم السلعة كان جا عند راجلي وقال له نشارك انا وياك انت بخدمة يديك وانا بسلعة راجلي قال له مرحبا وتما في راجلي غيدير اول محل وغيخدم هو هدك الفورنيسير والحمد لله الأمور كانت غاد يمسيها مشي العموال الطائلة ومشي الزلط المهم السيد كان الحمد لله رايش ما نقصو حتى شي اخر المهم هي هذيك البنات السيد بديت كانت تحرف عليه من كذب شي لكم ارتحت له وكان مهلني فيها وما بين الاسباب اللي كنقولها وكان عودة اللي خلاتني انا راجلي نبغيه هو هدك التهلو وهدك التعامل اللي كان كيتعامل معايا تسرت الأمور على هاد الاساس وكنا تفاهمنا على كل شي والسيد مشى وقالها الواليده اماما كحلة بالعمة والضلمة وقالت له وش انت احمقتي انت بقي انت بقى انت بقى انت بقى انت بقى انت بقى انت بقى انت تزوج يلا خدمتي ويلا قلنا قلنا تتعاون معنا على زمان وتوقف معايا على اخواتك اللي يحتشي واحدة فيهم في ذلك الوقت انك كانت مزوجة قلت له الله ما غديش تزوج قللي ها وعلاش قلت له انا قلت لك يلا خدمتي بقي مدرتي ينحتشي حاجة حرفيا هكا قلتها ليه ماشي كدباتي علي ولا تدورت علي من هنا ولا من هنا السيد قللي هلا انا هاد بنت النهاس عام وانا تابعها قلهم ممكن لياش نفرط فيها وكان عارف انا ولا فرط فيها طار اغفل طارت عينيك وفي ذلك المدة وهو في الوقت اللي كان كيتبعيني حس كان كيتبعيني من بعيد كان كيشوف ان الطموبيلات كيوقفوا عليها عباد الله انا غادي وينقوا عليها دس من احده مولد دسار يهضر دس من احده مولحانوت يهضر ليه دس من احده كيهضر ويما راكم عارفين البنت في واحد الوقيته في عمرها كتكون عليها العين بزاف وانا في ذلك الوقت بالضبط كان تبارك الله طولة والشريدة والعطاء والزين كنت جمعها كل شيء وداخلها وقراسي عينية ما كان هزوش في الزنقة يعني كان الف واحد يتمناني قال لي انا هذي كبنت الناس سوف نزوج بها بغيت يالله معي يالله ما بغيت شغلك هذاك وهو اباه كان مطلق وعنده اباه وعنده مرتباه ومرتباه علاقته معها مزيانة مرتباه من ذلك النوع ليه ما كتدخلش في شبوقات يقول له يالله معي تالبغداد يقول له بسم الله والدي دا خلاصه قراسه من بيئ الماتش المهم ليس في سمعت هذا الهضره مرداتش هزت راته وقال له اوكي المشي معك جات امم نفخه ولكن خطبه ما عز عماما كانت شي مشكل واصلا هذا الراجل اللي غنضرب وعنده كان راجل عادي جدا ما عندي شيء املاك وكل شيء حاجة تضادك ساعة ما كانش عنده المهمية هذيك جاو عندنا الضار العبدالي قال له شوف أولتي قال له انا بغيت غير راجل اللي تهلا ليه في بنتي ما بغي فلوس ما بغي اصداق ما بغي حويج ما بغي عرص قال له اللي درتيها انا معك فيها بتاع ما ما غنت نقش معك في هذا الشيء انا احنا كنشده راجل انا بغيت راجل بدراءه اللي تكون عنده درهم يقسمها مع بنتي مهم يتهلا فيها ويحنفع قال له الحاج بنتك في عينيه قال له تشي حاجة وفوق من هذا الشيء اعطني اصداقي واشترع ليه حويجي وتعاون معناه على العرص وجب الضروبة السيد لو في هذه الساعة تلبس منه قصر ينزلوا ويوجدوا ليه ويمكن عينه فيها سافي دوزنا ذلك شيء كامل امور مسيانة فترة دي الخطوبة وذلك ما كيناش سيد قال لي انا صافي ما هندي مندير بالخطوبة قريدك شي لغا نتعرف عليك فترة الخطوبة قال لي انا معرف قال لي اشي انت يا تكوني كلب انا باغيك هو كان زربان بغي غير يتزوج بيه كي يقول لي انا وخا ما يكونش فيك الخير انا باغيك انا بغيت كنتي كيف ما كنتي انت اللي باغيك قال لي انا ما بقيت باغي تشي حاجة في الدنيا من غير كنتي انا هاد الحاضراء كانت كتفرحني كيف ما غتفرح اي مرة في الدنيا تسمع الراجل اللي خد زوج بيك يقولوا ليها وبقوة تشبت ديالو بيها تيسرة الامور درنا العرس ديالنا وسكن سمعها في الدويرة اللي بدي سمعها بيها على الدص كان شارينا موسيها شي امو احنا تقلال في الكوزينة لا سالون لا سالة موجي للتالعبة ما كانش عندي مشكيل انا في هذه الوقيتها لو ان اسمعه في الزنقى ما عنديش قرارت لمشكيل لحنت فعلا بغيته وبغيت هذك الحب ديالو ليها هو اللي اكتر حاجة كنت كنت بغيتها انايا المهم البنات بقينا هكاك غادي الامور الحمد لله زيانة سيد كيف ما كنا نعود لكم دهبة كيف ما بقيت معاها تقريبا في الحميل الولاد يا زواج كي بغيني كيتستعليها كان كي سالي الخدمة كي جاي عندي للدار طيل بفرحة الرجلية كي بوتهم لي كي يقولي انا المبارك المسعود اللي قبلت بيا انا كان بغيك وكنتستعليك وفي هذه المرحلة كانت تحول من هذك المحال اللي كان فيه مش يزع معه باشي قرارب ولا لا كانت تحول لي اسبابين ما وكان جاء وكان واحد المحال احدى الدار قريب بزاف والخدمة دياله بدأت تكتيسر وما بقاش خدام غير بوحده ذات الخدامة معاه الحمد لله كيف ما كان قوله الدنيا بدأت تكتضحك ليه صافي بقايا البناتها كاكل يوم وغدا يوم وغدا حتى جاي السيد قال لي انا السيد اللي مشارك معاه ما كان لاش نشاركه نويه انا كنضرب تماره وهذك السلحة اللي كيفورنيني بها اصلا في الاخر كنخلصها يعني هو باش شريكي باش شريكي بتشي حاجة انا شوز فيه كتل وشوف على حتى ابنته واشنو درتي معاه النهار الول قال لي اه نهار الول السيد قال لي انا غنشارك معاك وادا قال لي ولكن انا الكرا كنخلصه يعني كنخلصه من المصاريف السلحة كيعطيها لي وفي الاخر كنخلصها قال لي كوش ازا ما كان خلصه قال لي ازا امام هو باش شرك معي وانا كنضرب تماره هو قالس قال لي ما ما عنديش قلت له شوف دير انتصاله وتشاركه في الارباح قال يلا انا هاد السيد بغت نفضيها معه نادم شا عنده قال هالي قال وشوف اولد الناس صافي اللي بنت نسالة هنا وصافي بسلامة قالوا السيد اوكي مرحبه قالوا الدنيا هانية والسيد كان حقد عليه ولكن ما قالوا لا طاب ثلاث حرقات حيث في هذيك الوقت ما كان عنده على رجلي تشي حاجه رجلي بده اخدام انا وفي هذا الوقت كنت حملت رجلي بده اخدام الامور كاملة كانت غادية رجلي سوف يتاق فيه و او اخر اصحاب يتلاقاه و يخرجوا ما كنش كرامت المشكيل رجلي كنت قدع و يعطيه الشيكات وفي هذا الوقت رجلي كان يصلح المحل وكان يشري واحد الماكينات اللي يخدم بهم فاش كان يبغي يخلص الاخر ويقولوا لا لا طابعنا ما بناتنا سافي غرق ذي سبق هذيك الى الزربان بهم وما تدرى كان يقول رجلي و رجلي سافي بقى غادي هكاك و يسبق هذا 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 و يكمل الامور دياله مهم الاخور بقى سارحه و تجمع لي 35 مليون و في واحد النهار هذيك الشيكات كاملين لعلى رجلي و ادههم نيشا للبنكة و ادفعهم ليه كاملين دقة واحدة رجلي كان غالس في المحل دياله و احتكى تعيط له البنكة قالوا لي قالوا راشي شيكات ديالك تدفعه قالوا هم كيف عاش شحال ديال الشيكات قالوا لي 35 مليون و انت في البنكة عندك فيها مليون و نص قالوا لي زع ما خاصتك تجي اذا اخرجوا لك ام بيير عندك مشكل اولا ستخلص دريبة ثانيا ستخلص السيد را دارون ما تخلصوا حد دريبة و ستجي غالية 35 مليون يعني هذيك الدريبة و انت خلصوا فاع شرف المياه او لم اعرفتش هالبنات يعني 35 مليون ستجي دريبة غالية قالوا لي اليوم اخصتك تدبر الى الفلوس قالوا لي اذا ما ادبرتش اليوم ما كانوش عندك اصلا را تتقدم عند البوليس الرجل ولاك يغزل ما فهمو ولو ما كانش متقيق اسال التاليفون هي تلسية صاحبه قالوا قالوا صافة لي قالوا الحمدلله قالوا وش انت افعتشيكت قالوا وش دعما نجد من تغالط لك معشي كلان قالوا اهلا ما تغالطيش لي قالوا ان اولي لديتشيكة تخصني فلوسي قالوا لي لم اقلسي لي ولو قلو ماذا نقول لك قالي فلوسي خصيه اني قالوا يبعد ايو فلوسي لك اخصيقه قلوه لابغت فلوسي لم تخيديتهم قال لي كل واحد يدير مصلحته وكل واحد يشوف هذا الشيء يمسلكه ثم الرجلي عاقب الفيلم وعرف ان السياد تسرحوا هذا المدة كاملة لكي ينتقب منه الرجلي تلف محرف ما يدير بدك يعيط على الكريال اللي يعطيهم الخدمة ودك شيء يعيط ليهم يعيط لهذا يعيط لهذا يعيط لهذا يعيط لهذا مراكم عارفين ما كيشي واحد غا تعيط له ويسقول لي خاسني فلوس ويجيبوه مني كتمتم رب نظم كامل مزير يعيلي بنظم في ذلك اللحظة وكتعيط لي كيقوك وباللاتي يعطيني واحد اليوم يعطيني واحد نهار يعطيني المهم ذلك النهار كامل هو كيجري يلا جمع سبعة ولا شنو كنقول لكم خمسة وثلاثين مليون كيف خرجوا لي الشيكات ام بي سيتمتم عاية المحامي عاجا دفع الشيكات للبوليس راجلي ولا روشيرشي راجلي الوقت اللي كان يقلب على الفلوس اللي غادي خلص للك الشيكات جاءوا وقفوا علي البوليس هزوه لان راجلي مشيز عن المشاهراب ولا راجلي خدام هزو البوليس الدوه الكوميساريات كيعيط لي يا كيقول لي انا ارف الكوميساريات انا البلاستلفت ما عرفت باش تبليت اولي لا انا في الكوميساريات مشيز كان جري شنو طاري ماشنو طاري مشيز عن السيد كان طلبوا الزوك فيه كان قول له القهار اللي بغيتي هندي راه معاك لا راجلي خرج راجيش مع فلوس وغيعطيهم لي كراه قال لي يا شوفي انا لما بينوا بينك تاشي حاجة انا ممكن احرفكش وبلما تجيت تلبيني انا راح فلوسي حطهم لي ونبينا حلي السلامة عندي لي تاشي لعبة نات البنات هزيت راسي مشيت عند الراجل قلت له عطيني غير نوامر ديال الناس اللي يزعم طالقهم على الفلوس هزيس من عندهم نوامر مشيت يا البنات كان قلب وكان بحث نعيط لهذا ونقول له راسي مخطي مخطي مخطيع الوصف هزيس في الحبس وكان طلب نزاوق فعم الله جمعة الفلوس اللي كانوا عنده عند الكنيان عطاوني جمعة الفلوس جمعة الفلوس اللي عند الكنيان أه اخوتي اللي عندو شيد رهمة دولية انا يا شيدر همو اذهب كامل ريالي هزيس في الارث لا شيرة لي وحد سنسلة في الولادة خاتمة المرياش دياني ملحنت البنات ملحنت ملحنت نزلت عنده كان بكيك نقوله العار لموقف مهايا ضقت جميع البيبان ضقت على عائلته قسما بالليلة التوحد فيه محطاني الدرهم هي اللخرى اللي قمشي عنده يقولي ما انتيش ما جراه ما قلبه انا وعائلتي واخوتي احنا اللي كنا نجريه عرفته ما خلينا في نجريناش شفنا لي المحامي ما خليشي واحد ما ضقتشي اللي خالاتي كاملين عماتي وعممي كاملين سحبتي صاحباتي جيران كلي اعطاني 1، كلي اعطاني ما معработه واحد لكانش انت تقيد يعني اللي اعطانا شي حاجة اقيده فلا اعطانا كده وقده ليش نرده لهم المهم ان كان جمع كان جمع كان جمع كان جمع حتى كان جمعنا 35 مليون جمعنا 35 مليون خلصناها شخصه في هذاك محامي مصارف ديال الدوسي قمت بتخلص هذا الشيء الذي كانت ضريبة على ذلك الشيء الذي قمت بتخلص قاع المصاريف الذي عنده بدأك يخلص فيهم سيد خرج سيد خرج فاش خرج عطيته ذلك الكتاب قلت له شوف هكي فجمعت فلان 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 اعطاني قدا وقدا هذا اعطاني الناس اللي يخدمين معاه اللي يخدم هو معاهم قلت له هذا اخلصني هذا اعطاني هذا اعطاني كل شي كوس مقيده لي وكل شي متوله ليه قلت له يا راسي وقالي يا خيرك ما امرني منساها تلعطيب الناس قلت له انا صراحة في النهار اللون شفت غير صورة قلت له اشتك غير شكلا قلت له ولكن تبارك الله ربي يعطاني امرأة شكلا ومضمونة اعرف ان هائلته ما اعطاني الدرهم هي اللخرة ومارداشو ما اعجبوش الحال حينت هائلته كان دائما كيسوفوهم وهو كون كاشي واحد في اخوتو اللي ترى لي هكا انا البلاد كان اعرف رجلي مزيان والله هي ما يخطح انا اللي بقى فيها ماشي ما اعطوني فلوس لا ما اوقفوش معانا انا موقفوش مجرى ومسولوش انا ركنت كنجري وما نقول مجريت مهم سيد بس لي يا راسي وقالي يا خيرك ما امرني منساها تقريبا هذا الهام كامل هو كده ربت الماراة حسنا كان رده هدوك الفلوس كامل اللي كيتسلوش حاجه رده صافي خلص علي ذك شي كامل اللي عنده وارجع بده اخدام والحمده الله ربي صر لنا والراجل بده يدخل الفلوس ومبقاش كيتعامل غير مع الاشخاص ولا كيتعامل حتى مع الشركات والشركات اللي كنتم عارفين كيبغيوا الفاكتور ناد السيد بغي يدير شركة جاء عندي وقالي يشوفها في العنا انا بغي يدير شركة قلت له مرحبا وهو يقول لي خاصك تمشي معايا باش نديرها في سميتك قلت له علاش قل لي وده بنتي عندك ابنية وانا ما عارفش غدا وبعد غدا يتوقع علي شي حاجه انا بغيت رزقي تاخديه انتي وبنتي يأخذوا تشي واحد واحد اخر يلي تشي واحد ما يساهل تشي واحد ما هذا قل لي انا هاد الفلوس بغيتهم غير بوحدك اللي تسافتي منهم قلت له لا وحنا شو وصلنا له هاد الهضرة وانا بغيتك انتا انا ما بغيت له فلوس اعرف المهم سيد شبني مني واغينا وقدنا تنادي لدي الوهم واذا ما تديره الشركات اه خلصوا وحد العباس نيت انا الوراق وقانت للكم يدير الوريقات وانا من الوراق ولقد قادل امور الشركة ومشاها معها الوامر واغينا انتا اصفتهم وكانت بغيت تمامه كنت انا عمية فيه عارفه انه كي يبغيني ومعمره مغيدير شي حاجة لي غدرني صافي حل الشركة سيد بده خدام الوضع الاشي ما عيدينه بده كيتحسن بشوية بشوية فلو مرة كنا عايشين لعم الحمدولي الله ولكن في هاد المرحلة ده بليغ اندخلوا عليها ولينا عايشين يعني السيد كيدخل الزباب كفلوس لكن قوله بغيت اغاني مشي الحمام كيمدليه 500 درهم عوضني الى دهبي اللي كانت بعتو عليه مهم بده الندر فرشنا قدينا الامور كاملة كانت غادي امس يعني بقينا يا البنات جارين هكاك ليوم وغدا ليوم وغدا لعلاقة بينو بينو مزيانة كل شي بخير وعلا خير سيد عوضني على القديم وعلى الجديد فيما كانت كنت شي حاجة في الخدمة كيقول يالله معايا كنسني خاص هادي خاص هادي ما عمرني يا البنات ما عمرني بعتاني شي ورقة وقريتها ولا كتلوا هادي علاش ولا هادي كيفاش ما عمرني كيقول يالله معايا كمشي معاه سني هنا كان سني هنا قادي هنا كان قد هنا حين كنت كنت عارفه كي يبغيني وعارفه كي تستعلى التربدي الرجلية المهم يا هاديك بقينا جارين تقريبا نداز على زواجنا تقريبا واحد ست سنين هاكا السيد لصقلي وقالي يبغيتك تحملي للمرة التانية قلت له اوك يا مرحبا حيت الفانيد من شهر الثاني صدقت حاملة فراحت الأمور مزيانة دولة تربعة شهور مشيت عن طبيبة قلبتني قلت لي يا عندك وليد فراحت 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 وانا من اللول كان قول انا خسني جوج يعني يا جوج بنيات يا بنت والد لقصن الله ما غنزج عمى فوق من جوج وحتى هو طار بالفرحة وعجبوه الحال كان مخنتني ومتصرني ودير ليه كيف المالقليل وينفاد الفترة السيد بدأوا كيبانوا لي الفلوس ارى لكم خوتو وخوتاتو كل شوية قالوا فلان نعيتوا الفلان نعرضوا على فلان وحتى التعامل ديالهم معايا قداموا تبدل قديرها لبسي لك وجي عدنا قولت انا هي العزيزة وانا هي ضول عين المهم الناس دوك يتقربوا منا سيد سافيت هو كيتقرب منهم ما كنش مشكي لمشي يطلق ليهم واصلا دي ما كان كان كيعطيها وحتى خوتو بدأ وكيسلنوا منه شوية كيقول ما ليش واصلا كان الحمد لله الرزق وكيف ما كان قلوه في الاقربون او لا يعني علاش غيصدق على الغريب مدام القريب خاص خاصه سافي كان كيعطيها ذاك البراكة اللي قسم الله الخوتو متعاون محاهم دوس انا مدة كانت ولدت ولدت سبع لي اسبوع مخير دوس الولادة رجعت او تاني للسبور لاتا يدي لي رجعت كيف ما هي اصلا ما كان غلطش يعني عندي واحد البوا ما كان فوتوش ما كان زيتش عليا وما كان قشعلي ديما في يد نحمل انفو كنولد هادو كلمة اللي كرش كتتحسي بها كمطره لا كدوز واحد الشهر الكرش كترجحك اني ما عمرني ما ولدت شيف الحمام اللي كيشوفني وكلي والده جوج كيبقى عمصه وكيشوفيه استدر واقف في بلاسه زعمالاتي دياني مقادة مهلية في راسي ديما تدواج ديما الروايح ديما الماكياج شعري نشوف الشعر ونمشطه ونطوله الماكلة في الطرق كتحمق نقدارين قياه كنقول لكم هادشي باش باش توحدة فيكم ما تقولي اللي حقا فرطتي ولا درتي ولا فعلتي ره المشكل ماشي مني انا دردك الشي الليلية كامل يعني المشكلة غنقود لكم دابا وماشي مشكلة الخيانة غير باش تحيدوا باركم من هادشي مهم دووز نكت لكم وليت الأمور مزيانة رجعت على قصيف هاد الوقت راجلي غيتحرف على واحد سيد في نفس الدومينت يالو غيت تحميه غيت تحميه وليتلقى هو وياها هو هنا مهم فاش دخلوا الفلوس مرة 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 يقول لي قانسافر انا وياه مرة مرة يقول لي قانسافر مع سحابي لنطلقوا لطعبة ثلاثة حرقات السيد بغايت تحفر الله يصير ليه كثير 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 شد انا وليه ذاتي مرة 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 ها كافي قانس بي خروج لم يكن تحضر معه بعمرني حصلت عليه الخيانه وموضوع الخيانه غير مطروحة تماما بعمرني ما حصلت عليه مهم بقينا جري يوم وغدا يوم وغدا يوم اضاحته كم مننا ثمان سنين حن زوجنا كم من يوم سمان سنين سياد في هذه المرحلة بالضبط سياد يبدأ يتبدل واحد شوية أنا لا أعرف المشكل منه المهم يبدأ يتبدل واحد شوية كان في وحد النهار قال لي ياللهي معي خاصك تسني ورقة قلت له اوكي مرحبا مشيت معاه مشينا إلى المكتب وصلت لحسابات قادلنا شيئ حاجات هزيناه مشينا المقاطعة مشينا المقاطعة وانا يقول لي هاد الورقة جعلاش هو يقول لي والوه غير باش أنني منبقاش في بما يحتاج شيئ ورقة خاصك أنت تسني ولا هادا قال لي في حال وكالة قال لي في حال هكا ما غايولي هو اللي عنده الحق انه يسر يقول اللي بغاف ذلك الشركة وانا اصلا انت حاجة مديالي قلت له اوكي يا سيدي مرحبا ماشي مشكيل صافي الوقت اللي انا مشينا عند ذلك السيد اللي كاتتني عنده قال الإيجاليزاسيون ذلك شيء وهو يقول لي يا مادام واش عارفة انكي كتبئي الشركة كتبئي الشركة اللي هاتسيد اللي هو راجلك شفت فيه وشفت في راجلي وانا اقول له اه ما بغيتش نحرج راجلي قدامه قلت له اه وهو يقول لي يا وخلا وهو يقول يا سلي مهي مسنيت بسنا هو قديد الأمور مشينا خرجنا وانا اقول له ركبنا في طنوبيل قلت له فلان قلت له على الزعمة ما قلت لي انك بغيت رد الشركة في سميتك قلت له انا ما عنديش مشكلة بالعكس قلت له الله ما يسر قلت له جديد ويقول لي فلينا نردتش في سميته قل لي انا هذي نرى غير واحد الورقة باش انات ولي عندين يقع السلطة واذا وزيدون قال لي قلت له انا ما عنديش مشكلة قل لي sometimes كان لديك مشكلة. قال لي انت بارا والد والد و لا يدخل معك في هذا الشيء. قال لي انها لديك شركة و كان لديك شركة و كان لديك فلوس. و يبوس لي راسي. قال لي انها لديك و هذا الشيء يجعلني ان حمق عليك. قال لي انها لديك و قمت بشكل قليل. اذا ضعني هذي هذي حتى يمكنك تقديسة تحطونا و اذهب و لديك طريقة. وهذا المهم ق بمشا. المهم ما كيش مشكل صافي. أنا مع وديتي. في هذا الوقت سلم اتقس عليها والو. اه شاري لي التموبة. و الاكيرام ان يرهج لي افسميتي. مره مره هكا كاعدني الفلوس صراحة. كان لديك الهم اردخل لديك 500 درهم. اربعمية درهم مجد لديك. يقوم بغير نخرج مع اصابه. كنقولون خرج دراري كيمدلي الفلوس المهم كنت عيش بخير وعلا خير تشي حاجة مكانت نقصاني الدار كيتقضى مامرقس عينوانو مفرحانين عايشين مزيان بخير وعلا خير عاته غيتلوو علي عائلته وغيتلوو علي وكيمفادك الاواخر تلوو علي بسافلو بيعيطو علي يتشاورو معاه المهم من هنا ملهي حتى النهار غد يخرج مال الخدمة مهم غيوقع لي واحد المشكل وغيخرج مال الخدمة قلت له احقام احقام اخوك خرج ونصارك عارف اخوك عنده المصاريف والمراه والله يرضي عليك اولدي ما الله يرضي عليك ويقول لها ممي قال لها مرحبا بي يبغيش يخدم قال لها ولكنا شنو غيدير قلت له اللي يدع قلت له اخوك هاداك مروا ما غادي بغيش حاجة يلطر قال لها مرحبا بي جا اخو عنده قلت له ميسر جا اخو عنده الخدمة تم حياتي غد تقلب مية وثمانين درجة يا البنات سياد ما بقى يتشاور ما يبقى يقول لي لا تطابت لا تحرقات دوز مع اخو تقلب انشي اربع شهور حتى النهار بالله ياناكار اللي اراه أخوه ويتقول لي او Mechanical جا اخوك يتزول في حون الفصل قلت لي يا زوينا ! تكت التدار اه نو اه ب dialogue في صدمة ممي أطر欠 depressing من ا comics مريح حاجة منك واحد الي واناقاGS سيترك في المياه والعوق ان دراجي بي أخوك تتب�� Leith تم اعتقد ان شدمة شان الجيء في الليل 같ت له اخوك هنا بيصام عمر احули س Parliament 안됩ة التكتشفية ما يمكننا عها يجب أن تخلي اس containers خلالكم قمت لها اتمنى3b قالت كل Cicroid قمت لها ت香ض單 كدت قامت للتكتشفية قال لي انا فلوسي هادوك وصوقي هادوك وندربي اللي بغيت وكنت اول مرة قد يمعي بها الطريقة انا اتصدمت معرفة باش تبليت من مورا هاد الحوار ولا هو اللي كي دور لدرجة ان الطموبيل ديالي بعد المرات كي هز السالوت دياله وكي اديه فاش كان قوله هادوك يقولي شبوتي تدري بايق قلصة غير بطار كان قوله انا باتران عندي واحد الغرض كي يقولي واش اديش دي تاكسي ولا كي قولي يا راه انسيت وبعد المرات كي حي ديال طموبيل شهر شهراي ما اعرفش تعلاش فاش كان قوله انا باتران اعرف علاش كي تعمل هاكا كي يقولي يا هكاك المره ما خصكش تصارها بزاف ومن غير الضار شراء واحد المحال وبدأك يخدم فيه احده هو وهذاك المحال خدم فيه هادوك ولي كان عود لكم عليه هو لي ولا شدولي فحاذبه هو شد بلاسة واخوه شد بلاسة اخوه شدك المحال هو واخوه ما كيتفارقوش كي نقول مثلا كي نهضر انا وياك يقولي يا وقال هالي يا اخويا ومن هنس انتش ان خوه هو اللي كي يحرشو واشخوه زائد عائلته ولاخوه ببعده الله اعلم البنات المهم السيد هالي عامين دابة تسية فعلية يا البنات تسية فعلية ما بقيتش عارفة معه راسي من رجلية ما بقاش البنات كي يعود ليا شح على الخدمة ديالو ما بقاش كي يعود ليا اشنو شرا واشنو مشراش حتى من المصروف ديال دار قلوا بزاف الماك لو شراب راح يتقضى وكي يشري ولكني لكي مثلا بغت مشي الحمام الى لحل يم يدر همه يقوله حد الحد وفي الوقت اللي كنقوله انا بغان نخدم كي يقولي انا مالك شنو ناقصك وكي يقولي انا ما عندي مره اللي تخدم قلسي قابلي ولادك هذي كي يخدمتك ولاخصتك شي حاجه قليها لي وفاش كنقوله افلان انا مثلا خاسني ساك كي يقولي ايا ما عنديش مثلا ساك انا كن بقم على الساك الغالين كي يقولي ايا ما عنديش مثلا قلتالي اليوم الغد لها البنات ايا كي خرجي شري سبرديلة ايا كي ايا مثلا كي سافر شي تسافيرة ايا بعض المرات كي شري ساك مثلا الخطوق كتلقى مع اخته كتقولي يا راشر الي اخو يا ساك الخطيرة البنات الخطيرة هي انني انا في واحد المرة كنت قلت لي بغت ندير لاصال قلت له بغت ندير لاصال وكانت حلت واحد لاصال وعره كل شي كي يمشي لها وزوينة زوينة وانا اقول له بغت ندير لاصال فيها لماذا تديري فيها؟ قال لي وديك لاصال مجموعين فيها غير طيط قال لي وملي مجموعين فيها قال لي ما عندك ما تديري فيها وقل سي وزدون تلاطي ديالك مقادة وما بيتشي حاجة ذو وزني البنات سيمانة احتاج عندي وهو يقول لي يا غدا وجدي لي الساك ديال لاصال شابت فيه وقلت له كيفش نوجد لك اقتلت لاصال تقيت في شلاصة قال لي اه تقيت فلاصال فلان فلانية وقلت لانت قلت لي مجموعين فيها غير طيط وفيها الاختلات ويقول لي انتي ماشي هي انا ومن مرة هيا البنات بالشهر كان كتشف انه مدخليها واحد اخته وفج قلت له علش دخلتي اختك وهو يدخلها يعني اخته قال لي يا راجلي انا ويقول لي ايها قلت لي هذيك اختي عندك تئاب وخصد دفولة قلت له لماذا مدخلتني انا قلت له انتي ما عندك مدار قلت له ان تفقيش تحاسبي معايا قلت له ايها علش دخلتيني علش دخلت اختك قلت له انه رزقي وليس كانت تحاسب اليه كان كونه البنات بغيين نسافروا حتى كان لقى معاية الخطولة معاية الخولة معاية الموغة وانا ما كي يجبني ايش الحال وكان قلت له شوف اللي بغي يسافر معانا مرحبا بيه ولكن انا مرستشكون كيف الاطراش في الزفة بغيت ادي معانا اخو قاسك تعلمني كيف نضي معايا ايش نلبس يعني انا بعد مرات كنضي معايا غير شورطات وكمشيت موكان وحل واللي غات قولي ايه لبسي شورط قدام اخوه انا رى ماشي قليلت الحية وقلت العفة انا رى دير رفولاري وكلبس حويجم السورين ميمكن لياش نتعرق يعني هو ارى ما غي تصواقش ولكن انا مانقدرش نتعرق قدام اخوه مستحيل فاني اللي كانت تحرج واني اللي كانت تفقص فاش كجي هندر معاك يقول لي انتي بغت تحبسيني لعائلتي انتي بغت تحكمي فيها انا ندير اللي بغيت واحد الحاجة اخرى مهمة ما عرفش عنده علاقة مع هادش كامل يعوت لكم ولا لا ولكن غنزيدها لكم باش تقدروا انكم تنصحوني وتقولوا لي كيفاش نتصرف لي انا مبدلش معايا سيستانبل اكس باقي نقية باقي زوينة باقي مهن اللي افراتي نالخرشت للزنقة غير بوحدي قسما باقي الحاد الساعة كانت تبعوني الرجال على قاتل اني باقي عزبا كان باقي صغيرة ما كان باش نهائيا كبرت اصلا باقي الحاد الساعة يلا عندي شي 32 و 31 باقي صغيرة المهم هاد الراجل البنات نزيدكم على هاد الشي كامل ان نحسى في الوقت اللي كتكون بيني وبينه علاقة بعد المرات كتكون الامور مزيانة وبعد المرات كيكون عنده السرعة في هادك وبعد المرات ما كيقدرش اصلا يكمل ما كيقدرش ما اعرفش هاد الشي تهوى والسبب وش هاد الشي مخلي انه في حالة بغي يتهرب مني وبدأ يخلق المشاكل حدا بارا ولينا كنت ضربوا رغيا حالين ارى شهرين باش حنا مضاربين لانني جيت هادرت معه واحد المرة كانت ماما عدنا في الدار وانا جيت هادرت معه عادي قلت له فلان قلت له غدا اشنو غدير واشنو غدير واشنو غدير واشنو غدير واشنو غدير قل ليك مبغتي تديريني بورتكلي ولا بغتي تديريني التالي كوموند بدايت تقول ليه شنو نديره وبدأك يقوت عليا وقل ليه مازل ما اخلقتش هادي اللي اتضمون دي عليا قل ليه انا نخرج واندخل واندخل واندير اللي بغيت انا بقيت غير كان شوفي وساكتها ما بغيتش نجاحد معه وانتغوت معه قدام ماما واندخلت له ماما واجب وطني من النهار التي تزوجت عيط له مرة الأولى مرة ثانية مرة ثالثة نقلب على سوار التوموبيل مهم عيط له قلت له عيط له ما جاوبنيش وصفت له ميساج قلت له شوف انا رانددراري انا ملقيش سوار التوموبيل قلت له ناخد تاكسي وغمشي لدارنا قلت له لجيتي او لاشي هذا عيط له قلت له معي وقلت له أجد دائما اللعين قلت له قلت له يركبو لك البرد أو يركبو فوق منك مهم بقى عليها بالحضر قلت باش هذا الهضر اللي تقول في عقلية يا كما تشاورتش معي وابقى في داركم نتا انا خليت ولداتي هزي تراسي يمشي ديك الساعة بز انا نشوفها نوتاري مشيت للدار كاللقى السيروت ديال ديال دار وضل الحرم بدله في حالو تقول لي كان كنت انني غير نخرج وبدل السيروت قلت لوقيت السيروت وبدل قلية بغتي داركم وانا كتلك سيري بقى في داركم سيري تتشبعي منهم ويجن هضره اعاد دخلوا البنات العائلة ودخلوا الناس وقالوا لي لماذا نوضر الهضرة والسيرتك يقولون لا هي متشاورتش معي ويتتعامل الى اسد اني انا ما اعرف شنو ندير تخيل انتي اي احد ال 11 عام ديال الزواج و11 عام كتبش يقول له سبت اراه صافي انا ركن عايت لي نقول لي غير انا غادية مهم هاد تخاسي ما فش خاسمنا سوارت ديال الطموبيل حيث انا في مكان تخاسم هاك يحيد ليا السوارت سوارت ديال الطموبيل خبيتهم خبيتهم عندي وكنت كان خرج في مكان خسني شغارات كان خرج وفي هاد المدة كابلة كان فشكت قادة لي المازوت كان ديباني مهم دك شركة طيانية ده كان ديباني ده بمؤخرا هو باش يزيرني كتر احسف فلوس المصروف نقل لهم لي وانا فلوس المازوت ما عنديش بعد مرات كان قول غنقول لولدي احسف فلوس المازوت او لا نقول له هاك سوارت سردلينا المازوت ما عرفتش هالبنات كيفش غن تصرف معاه تلافتها البنات وقيت كان بدلوا الخدمات يقول يلا انا بغيت نديرش خدمه كمنظر ولكن ما عارفش مني نبدأ ما عارفش كيفش نتصرف هاد السيد هالك اني في صحتي كان شوف راسي انني تقاتلت معاه وفي الاخر ها هو ما بلي لو نهار تبدل عليا وليس انا هي عدوة ولا دودة وليس عائلته هي الحب والغرام ما عرفش البنات انا فاش قصرت معاه وش انا اللي كان خستي مكون معه بنت الناس ولا انا اللي غلطت ولا انا اللي كانت غاديه معه بفعيل بنت الناس اوه كان خسته بنطلح حرام انا اليوم اجيت نقود لكم قصي حانت فعلا وحلت وما تليس عارفة مع انتير الغزالة ديالي هنا ثلاث قصتنا ما تنسوش طبعا تخليوا الاعراء والتعلاق ديالكم لصاحبات القصة وما تنسوش منتع علاق زوينة ديالكم هنا مبقى لي الا نقول لكم حبيباتي مسخدش بكم كاسماكم شهر الزيت لكاسحمق وكاسموز اليكم ووي السفر انتكلم شكرا ومهر انا انتكلم لا اشتركوا في القناة